تحياتي و اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بيجيكم مني انا محمد عوال عبر قناة سيلبي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال و افكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها توب 5 برنامج دموقراطي بيجيكم كل يوم ثلاثاء بحكي في وجهة نظري برتب من 5 الى 1 وبعد ما اخلص بصير دوركم انتو اللي ترتبوا من 5 الى 1 الدكة والنجوم اعداء ابديين مثل توم وجيري واحد منهم بيحاول يهرب من الثاني طول الحلقات هذه الدكة تخلي اللاعب يشعر انو انا مش مهم في غير 11 اللاعب عم بيلعبوا دور احسن مني الناس عم بتشوفهم عم تشعر بتأثيرهم و انا بدي اكون زيهم تخيلوا هذا الشعور لما يصيب نجوم كبار هل حيتحملوه ولا تكون عندهم ردات فعل قاسية بعضهم خرج بردات فعله للعلن ما خباها ما حكاها في غرفة تغيير البنابس بعد اللقاء و اعلن رفضه للتبديلات علنية والغريب انو برقم 5 حيبدأ معنا لعب هادئ نجومية مطلقة بس مشاكله قليلة ليونيل ميسي انريكا وليونيل ميسي ما كانوا كثير على وفاق تقريبا طوال الفترة لكن في البدايات الويس انريكا كان لسه مش عارف كيف يتعامل مع ميسي بالعلن وخلال مباراة اي بار النتيجة 3-0 محسومة الدقيقة 76 قرر انريكا يريح ميسي قال لك لازم اريح ميسي عشان المدى الطويل وقال لمونير الحدادة اتفضل انزل جلنا سناك قدام الناس لازم نوريهم انو احنا من لعبك يعني ولما ايجا مونير الحدادة بينزل اتفاجأ انو لينون ميسي بيقول لا لويس انريكا انا تمام سيبك مني حاول انريكا يحكي معاه فاعطى ظهره ومشى اتصرف لويس بذكاء هون سريع جدا على طول سحب نيمار ونزل مونير مش حلو بحق مونير يظل واقف على برا وبعد المباراة قال انا حتكلم مع ميسي واشوف ليش اعمل هيك مع الزمن انريكا قدر يدير ميسي وخلى المسيرة والتجربة بينهم تجربة جيدة لنهاية مسيرة لويس انريكا مع برشلونة اللي في البدايات كان ان يضطح به بس لخلافه وعدم قدرته على التعامل مع ليونيل ننتقل لرقم اربعة ننتقل لامم افريقيا 2006 البطولة اللي بدأت فيها مصر الثلاثية الافريقية التاريخية 2006-2008-2010 نصف النهائي امام منتخب من اقوى منتخبات افريقيا انا ذاك السنغال صاحبة منفاجأة الكبرى في مونيديال 2002 المليئة باللاعبين الحاسمين النتيجة واحد واحد ومنوصل الدقيقة 78 تقريبا النجم الاشهر في مصر وقتها ما كان اوتريكا او غيره كان ميدو النجم العالمي اللي مسمينه العالمي كلنا اللاعب اللي بلعب باوروبا كان من القلائل العرب اللي بلعبوا في اوروبا وناشطين ومؤثرين حسنش حاتب شخصيته القوية بقراراته الحاسمة عم بقرر ياخد قرار صعب جدا بيسحب ميدو بيسحب العالمي وبينزل بداله عمرو زكي وهون صارت جدال تاريخي للغاية ميدو تطوش مع حسنش حاته علني وجداليه ونقشات وحسنش حاته يرد عليه وهذا يحكي معاه ويدخل حسام حسن يحاول يهد الأمور الأمور كبرت على الدكة لكن في تلك اللحظة اثناء الخلافات كلها كانت عرضية ذهبية على رأس عمرو زكي يحطها بالمرمى من أول لمس إله عشان حسنش حاته ينفعه ويقول أنا صح أنا صح بس مش بالطريقة اللي طلعت بفيلم طير أنت اللي خلد هذا المشهد تماما بطريقة كوميدية تنصحكم تشوفوها لو ما شفتوها ولو ما شفتوش الفيلم طبعا لازم تحضروه أنا صح أنا صح عمرو زكي جبتو من أمي أنا صح هذه اللقطة فرضت سيطرت حسن الشحاتة على المنتخب المصري لسنوات أثبتت أنه بيعرف يجيب النتيجة أثبتت أنه دايما صح في كثير قراراته وقدر يتتوج وذلك ميدو أيضا تعرض العقوبات وتأثرت مسيرته الدولية بسبب هذه اللقطة ننتقل لرقم ثلاث رقم ثلاث مؤلم شوي لأنها أنهت مسيرة مدرب واللي بتابعوني بقصة الجمعة بيعرفونها مش جديدة عليهم لأنه عملناها كاملة مطولة من بدايتها لنهايتها بكل تفاصيلها بنتكلم عن مدرب اسمه ديليو روسي هذا المدرب كان مدرب فيورنتينا وكان عم بيلعب مباراة حاسمة لهبوط فيورنتينا اللي كان مستحيل يتحملوا النادي المباراة مع نوفارا وبعد ثلاثين دقيقة نتيجة نيسفر للضيوف نوفارا على فيورنتينا الهبوط أصبح لمفر منه احنا بنتكلم عن جولة من آخر جولات الدوري في مايو 2012 وهناك قرر ديليو روسي طلع اللاعب اللي كان واعد جدا اسمه آدم اليايتش وقال له اطلع ونزل بداله لاعب خبرة اسمه روبين أوليبيرا قرار روسي الفني والتكتيكي جاب نتيجة رهيبة لأنه الفريق عادل وبالنهاية أيضا الفريق ظل في الدوري لكن قراره لنت تلك اللحظة كان أغبى قرار مدرب اتخذه في حياته آدم اليايتش طلع صار يسخر من دل يا روسي إذا تقف له يقول له يا عبقر يا فاهمان انت تعرف الكلمات المستفزة روسي أخذ الأمور بعصبية مطلقة راح وضربه حرفيا وليلتها تمت إيقالته وليلتها تم إيقافه عن تدريب لعدد شهور مسيرة روسي كمدرب انتهت فعليا بسبب سخرية ورب اليايتش لذلك التبديل لذلك أكيد بيدخل معنا برقم ثلاث ننتقل لرقم اثنين لما تدرب نادي روما لازم تفهم انه صلتك بس على عشر لاعبين مش على احد عشر إذا كان تدتي واحد منهم تدتي هو ملك روما بالنسبة للجماهير هو الملك بالنسبة لنفسه هو الملك بالنسبة للنادي والملوك لا تؤمر بل تأمر فعليا هذا اللي حصل في مباراة بموسم 2009-2010 انتر عم بيتعادل مع فيورنتينا روما عنده فرصة يتصدر الدوري وباقي أسابيع قليلة إذا هزم أطلنطا وفعليا روما بيتقدم اثنين واحد على أطلنطا والأمور بتبدو كلاودو رانياري المدرب عم بقود روما للدوري مش بس للصدارة قرر رانياري حافظ على تقدم وقال لك لازم أنزل اللاعب وسط إضافي وأسحب تتتي أنزل بريقي هذا اللاعب كان يعنى اللاعب وسط وبيقدر يركض ويعطيني حركية بآخر دقائق اللقاء هون تتتي ركض على رانياري اتناقش معاه قالوا ليش طلعني طلع زميلي يجري بمينيز ورجعني على الملعب رجع تتتي على الملعب وخرج مينيز وهذا كان رفض تبديل مش بس هيك رفض تبديل وعمل التبديل هو وفعليا بل روما فايزة اثنين واحد وتصدر الدوري بعدها ثارت الدنيا وضجة البعض قال تتتي بده يروه على كأس العالم على حساب كل فريقه بده يكمل اللقاء لأنه كان بعدها كأس العالم 2010 والبعض قال تتتي بحاول يسرق المشتع كل النادي الآن بهذه اللحظة هو شاف انه الفريق دي تصدر الليلة لأول مرة من فترة وحاول يكون موجود على أرض الملعب لآخر لحظة في تلك الصدارة والبعض تافع عن تتتي وقال كان عنده وجهة نظر صحيحة الرمز اللعب الأخطر اللعب اللي بيخوف الخصم لازم يضر في الملعب حتى لو بدنيا نزل على كل حارة نياري البهادئ طلع قال والله منتفاهم ومنشوف شو بيصير بس المباراة اللي بعدها اتفاهم وعرف شو بيعمل لاتس يتقدم واحد سفر عرومة وبالدقيقة 47 مش بيطلع تتتي لحاله بطلعه ومعاه دانيلو روسي وبيقلب النتيجة وفوز 2 وحد هون أصبح رانياري أمام الناس واضح أنا هادي اللي بعملش مشاكل بس أنا ما بسمح لحدا يتجاوز كثير علي حتى لو كان تتتي أما رقم واحد بالنسبة لي فهي اللقطة طردت مدرب حاولي بد اللعب حرفيا طردته نتكلم عن عام 2019 نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مانشستر سيتي بواجهة تشيلسي مان سيتي قبلها كان ساحق تشيلسي بالدورة بسداسية فالجميع كان متوقع المباراة تكون سهلة لكن تشيلسي صمن حتى ركلات الترجيح تقريبا ضايل دقيقة وبتنتهي الأشواط الإضافية ساري إجاب فكرة أنا هطلع الحارس كيبا وأنزل ويلي كاباييرو عشان ركلات الترجيح هو أفضل هون كيبا قال له والله ما أنا طالع لعبت تشيلسي جميعهم مكفوا على جهد ما حد تدخل فيهم القائد أزب لكويتا وتم انتقاده على ذلك مش طالع لا بلاك تطلع مش طالع ويصرخوا ع بعض من بعيد بالأخير ساري قال له أنا اللي طالع وحمل حاله وطلع من الملعب حرفيا لتلك اللحظة وذهب كيبا وظل في الملعب وكانت ركلات الترجيح اللي خسرها تشيلسي في تلك اللحظة الجميع أدرك أنه ساري انتهى رومان أبراموفيتش ما بيقبل هذه المناظر بفريقه ما بيقبل هذا الشي يصير في نادي هو مالكه فالجميع عارف ساري انتهى أيضا الجميع تساءل يعني هذا حارس مهزوز نفسيا من فترة طويلة وجد له فرصة يلعب ركلات ترجيح تسحبه وتنزل ولي كباييرو اللي لو فاز انت حتدمر كيبا تماما نفسيا وحصير يعتبر الحارس اللي للمهمات السهلة مش المهمات الصعبة مستحيل يقبل يطلع فكيبا كانت ردة فعله حسب الناس طبيعية بالنسبة لظروفه كحارس جاء ليكون الأغلى بالتاريخ فتبين انه صفقة كثير أقل من اللي دفع مقابلها إذن هذا الموقف الأول الموقف الأغرب انه ساري طلع قال لا والله كيبا على حق بس طريقته مش حلوة وشيلسي طبعا أحرج واضطر يعمل عقوبة علنية للاعب غرموا أسبوع ونقل هذا الأسبوع لمؤسسة شيلسي الخيرية كفلوس يعني هنا كيبا أنهى مسيرة ساري أثبت أن ساري ربما مدرب مميز على الناحية الرياضية لكن على الناحية النفسية الناحية الذهنية الناحية الشخصية مش ذلك المدرب اللي بيقدر يدرب فرق كبيرة ويديرها نفسيا وذهنيا اللي هو كثير أهم من الناحية الرياضية بالنسبة لهم هذه خمس تبديلات لاعبين رفضوا قرار المدرب تماما وأجبروا يتراجع عنه ولاعبين استفزوا المدرب خلاهم يضربهم ولاعبين أدركوا تماما أنهم بعض الأحيان لازم ينصاعوا للمدرب لأنه ممكن يكون شايف شي أنت مش شايفه هذا التوب 5 أنا حكيتها الآن دوركم تتركوا لايت تتركولي بالتعليقات التوب 5 تاعتكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة